أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة سرعة الانتهاء من جميع أعمال التطوير الجاري تنفيذها في نطاق مطار شرم الشيخ والمنطقة المحيطة قبل الثلاثين من يونيو الجاري وعشر مدبولي خلال جولة تفقدية له إلى أن الجولة تأتي في إطار متابعة ما يتم تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة للمنشآت والطرق وأعمال البنية التحتية والمرافق على أرض الواقع في مدينة شرم الشيخ وذلك وفقا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل إظهار المدينة في أبهى صورة لها لإخراج هذا الحدث العالمي على نحو يعكس مكانة مصر وحضارتها العريقة هذا ومن المقرر أن يشارك مدبولي خلال زيارته لشرم الشيخ في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي